لا تفارقها فرشاتها حتى خلال مشاركتها في كرنبال تراثي فتح لها الأبواب لعرض فنونها يقين العضائل شاركت في هذا البزار الفني بلوحات تنوعت فيها المواضيع داخل قلعة الكرك الأثرية نروج منتجاتنا نسوقها بطريقة أنه الكل يشوفها المنطقة ممتازة لأنها سياحية فهيك احنا منصل لعدد أكبر من السياح أنهم يشوفوا مواهبنا يشوفوا شغلنا يقدر أنه ينتشر أكثر وممكن حتى أنه يجينا فرص في المكان اللي احنا فيه وعملت لعبة هي زي أنه خريطة أنه كيف نوصل للقلعة حتى أنها الدل السياح أنه كيف يصلوا للقلعة أما هذه السيدة فلم تفوت فرصة الحضور إلى السوق لعرض وبيع سلالها المصنعة من قشور الموز لتكون مصدر دخل لها تعين به أسرتها زيد دخلي بساعد جوزي بدخلي لأنني عندي جامعة عندي طالبات بدون مدراسة وعندي يعني جوزي ما بستلم راتب لأنني عشان يقبل زيد دخلي هو جارة القلعة كما أطلق القائمون عليه سوق تراثي جاء كمنصة لتسويق منتجات أكثر من سبعين سيدة ورجلا كالحرف اليدوية والأطعمة الشعبية والمطرزات والفخاريات لتمكين المشاركين اقتصاديا والترويج للسياحة بيخدم هذا السوق تقريبا سبعين بائع وبائعة بجانب قلعة الكراك فحتى يكون مكان للجذب السياحي لأننا الهدف الأساسي من هذا المشروع تنشيط السياحة بوسط مدينة الكراك واللي هي بجانب قلعة الكراك عشان هيك احنا سمينا سوق جارة القلعة زوار السوق أكدوا أهمية وجود متنفس لهم يعيد إحياء مدينتهم فنيا وسياحيا لينافسوا فيها باقي المحافظات بعد ما كانت الكراك فترة يعني ميت شريم نحكيها أحيتها عدت إحياء الكراك إلها يعني للآن أصبح بإذن الله تعالى عنا نوع من السياحة المحلية اللي فعلا من نافس فيها بقية المحافظة السوق الذي يفتح أبوابه كل جمعة ولمدة عامين جاء بدعم من مؤسسات رسمية أردنية إضافة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هو جارة القلعة كما يطلق عليه سوق تراثي أنشئ داخل حدود المدينة الأثرية يسعى القائمون عليه لدعم أكثر من خمسين رجلا وسيدا من أصحاب الحرف اليدوية لتمكينهم اقتصاديا وللترويج للسياحة حيدر العبدالي الحرة من مدينة الكراك جنوب الأردن